ها قد انتهت الامتحانات واستلم التلميذ نقاطهم الخاصة بالفصل الدراسي الأول وشرع الأساتذة في حساب معدلات التلميذ جديد هذه السنة في مرحلة التعليم الابتدائي يكمن في احتساب نقطة التقويم المستمر في مواد اللغة العربية الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية وهذا ما ظهر جليا في كشف النقاط يعني ولا واحد عنده الحق أن يدخل في هذا العالم إلى الأستاذ لماذا؟ لأنه هو اللي يرافق تلميذ خلال الفصل الكامل إذن لا هو وولي التلميذ ولا الموديل ولا المفتش عنده الحق مثلا إيريكلامي لماذا هذا العالمة مديد 7 ولا 5 ولا 4 لأنه علامة تكون على مدى قلنا الفصل الكامل حبينا هذا العالمة يكون لها تأثير تقييم حقيقي ويكون الأستاذ على درايب كامل التلميذ اللي عنده لازم يكون عدد تلميذ في القسم قليل ثم نقدره نقوله هذا العالمة ولها التقييم المستمر يكون حقيقي مليح وعليش مليح نعطيك مثال مثلا التلميذ يقدر فصل كامل هو تلميذ مجتهد يوم الاختبار مثلا ما كانش في يومه ولما فهمش الأسئلة مليح فعلم التقويم المستمر فبالتأكيد رح تحسن مستوى التلميذ لأن التلميذ في الاختبار إذا دم مثلا خمسة ولا ستة وكان طول العام مجتهد في القراءة أو في المحفوظات في الإملاء يعني هذا التقويم المستمر رح يعطينا التقييم الحقيقي للطفل في تلك المادة احتساب نقطة التقويم المستمر إلى جانب نقطة الاختبار جعل معدل التلميذ يتحسن ولهذا الغرض قررت وزارة تربية العودة إلى التقويم المستمر كأن القراءة والإملاء وفهم المنطق والمحفوظات هذا هو كامل موض اللي رح تزيد إضافة في المعدل التلميذ إذا أخفق فيها فيها جواحي يطلع فيه حاجة أخرى أكيد والتلميذ لازم تكون هذا المتابعة الدائمة باش ما يهبطش في الفريتم التعوم أكيد لازم تكون هذا التقويم هذا التقويم احنا كفش نعرفوا التلميذ ولا راه يتفتاح سن ولا لا لازم يكون عندنا التقويم وهذا التقويم هذا لازم دائما يكون كل حل بمرافقة ومتابعة احتساب نقطة التقويم المستمر تجعل التلميذ مواظب على دروسه بصفة دورية وتمكن الأستاذ من معالجة النقائص قبل الامتحان وتارة أخرى تساعد التلميذ في تحصيل معدل جيد